مرحبا، اسمي عهود الجريد لايف كوتش معتمد وممارس بالتنويم الإيحائي وبنفس الوقت مهتمة بتوصيل الوعي والإدراك الأكبر عدد ممكن من الناس اليوم أنا بطرح لكم شيء جدا مهم هذا الشيء يتعلق بعلاقتك بالآخرين وبنفس الوقت نوعك كذكر وكأنثى ليس من حيث الصفات الجسدية لكن من أشياء ثانية مهمة جدا في حياتك ممكن تحدد علاقاتك مع الآخرين في البداية قبل ما نبدأ أحب أكلمكم عن نقطة جدا مهمة باللي بتشوفون اليوم هذه الأمسية عشان تتعرف على نفسك ودورك في الحياة فلابد أنك تتذكر أنك ما تحكم على الآخرين سواء في بدايتها أو منتصفها أو ختامها أنت هنا عشان ترفع وعيك وبنفس الوقت لتثقيفك في كيفية وما هي التعاملك مع الآخرين والتعرف على ذاتك لتصل إلى أفضل نتائج في حياتك في البداية خلونا نعرف إيش هي أدورك في الحياة هي الحالة اللي أنت تعيشها في زمن ما مع الشخص واحد أو عدد أشخاص وتطبق فيها معتقداتك وتمارس دورك لتحصل على النتيجة اللي أنت تبغاها بالنسبة لك ولهم وفي البداية أتكلم لكم عن المرأة والرجل المرأة فيها من 60% إلى 80% أنوثة يعني بمعنى أن فيها من 40% إلى 20% ممكن يكون ذكورة هذه الذكورة مش معناها أنها هي تتحول الرجل لكن هذا الشيء موجود أساساً بالهورمونات فيها وموجود كمان بتصرفاتها وسلوكياتها وشيء كثير في حياتها وكذلك بالنسبة للرجل من 60% إلى 80% ذكورة مقابل 40% إلى 20% أنوثة وهذا هو المعضل الطبيعي له ولها هذا الشيء ما بدأ بيوم وليلة لكنه كان مع الإنسان البدائي الإنسان القديم اللي كان في الكهف هذا الإنسان كان يعيش مع مجموعات كبيرة من الأفراد فصل الكهف من ضمنهم زوجته أولادة وكان هو المسؤول عن رعاية هذه المرأة وهذا والأطفال الصغار وكان دايما يطلع بره الكهف يروح يصطاد الفريسة وكان بمرحلة هذه يرتفع عندها هرمون مهم جدا وهرمون الأدرولينين اللي يساعده ويحفزه على أنه يكون مدافع ومقاتل وا 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 لكن بعد كذا بعد ما يصطاد ويرجع للكهف يدخل مرحلة السرخاء مرة عالية ومرحلة الشواء ويطعام هذول الصغار الحلوين وأمهم وهذه المرحلة المهمة اللي كونت أنه لا بد يكون عندها ذكورة من 60% لـ 8% لأنه يحتاج يكون بره الكهف ويصطاد وممكن يقابل ناس مختلفين أعداء أحيوانات شرسة فبالتالي لازم يكون عندها القدرة الجسدية والبنية اللي تحتم عليه أن يتصرف بمهارة في هذه المواقف بينما هي اهتمامها بالصغار وإذا خرجت يده بتروح تقطف شوي الثمار جميلة وتختار ألوان حلوة فكانت حياتها من قسمة للرعاية الرعاية تحتاج تطلب منها أنها تكون أكثر حنانا أكثر تفهم لهذا المخلوق الصغير في إيدها وبنفس الوقت مهتمة كثير للتفاصيل موجودة بحيث الصغير ما يطلع بره الكهف أو يتم أخذها من مجموعات ثانية أو من حياة مفترس مع مرور السنين دخلت المدنية في كل جوانب الحياة وأصبح الإنسان البدائي هذا إنسان متمدن متحضر يجيد التعامل مع الآخرين وخاصة مع النساء نجد هذا الإنسان تحول إلى صفات جميلة جدا من التهذيب واللي يقلك في بعض الصفات أصبحت موجودة موجودة لأنه في جينات قديمة جدا لا زال نتوارفها إلى يومنا هذا بالإضافة إلا أن الإنسان نفسه هذه الأشياء موجودة في تكوين الأساسي فنجد الرجل الذكوري فيه من 60 إلى 8% فيه صفات معينة بذكرها لكم أول شيء تلاقيه مثلا ما يحب يعمل كذا شغلا بنفس الوقت يعني إذا مسك سماعة التلفون ورد عليها وحول الناس يزعجون يسكتهم يقولون اسكتوا عندي مكالمة اسكتوا ما أبغى أسمع صوت أحد فيكم وهذا يدل أنه ما يحب يركز إلا على شيء واحد فإذا كان مشغول لا تشغلونه لا تقلقونه لا تصجون حوله اتركوا في حالة الهدوء له فيها لأن هذه طبيعة فيه بنفس الوقت استعراضي يميل أن يكون استعراضي على فكرة يمكن المجتمعات الحديثة عرّت المرأة وخلتها تطلع جسمها لكن الرجل بطبيعته يميل إلى إظهار جسمها أكثر من المرأة ويحب استعرض جدا عضلاته وجسمه والأشياء هذه صوته ضخم وعالي يحب يعلي صوته وضحكته مجلجلة هذه طبيعة ومهاجم ومدافع يعني تلاقيه بنفس الوقت إذا حصل أي شيء ممكن يهجم أو يدافع عن ما يملكه صياد ويميل الخروج يحب الطلعة والدخلة والروحة ويقابل أصدقائه وهذه زي ما قلنا جاي من رجل كه حارس بمعنى أن بيتها لازم يحميه ولازم يتكفل بحماية كل الناس حتى لو كان موضوع مجرد أن يجب لهم مال يوفر لهم عشان يقيهم من ويلات الدهر بنفس الوقت تفكيرها منظم يعني عندها واحد زاد واحد يساوي اثنين بينما نلاقي مثلا الأنثى بطبيعتها كيف المرأة ممكن واحد زاد واحد ساوي خمسة لأنها عندها دمى فرضيات وجدليات وأشياء كثيرة لكن هو لا واحد زاد واحد ساوي اثنين بنفس الوقت هو منفذ جيد يعني بتلاقي مثلا إذا اشتغل كوفير بخت السبري وحدة مضبوطة الحرملاء تبخ اليوم بخة بكرة بخة ثانية بعد كده تغير تعدل لو طبخت أكلها ممكن تغير طعمها بعد مرور سنة بينما الرجل نفس المقادير بنفس ذرة الملح بنفس ذرة البهارات هي هي لو بعد مرور خمسة وعشرين سنة من وجوده في المطبخ عشان كده يقولون الرجل الشيف أفضل من المرأة الشيف لا هو مش أفضل هو لأن مخة جدا دقيق في ترتيب الأشياء عشان كده ما يغير الوصفة ولا يغير البخة ومن الأشياء المعروفة عنها الرجال أنهم يمولون لعنف يعني تلاقي مسحة ثقيل عندها المادة اليد التخبيط اللاكز موجود وهذه الأشياء يمكن لاحظوها في أغلب اللي حولكم الحين إحنا عرفنا صفات الرجل الذكر طب لو قابلنا إمرأة ذكورية يعني عندها من 60% إلى 80% ذكورة والباقي أنوثة فالنسبة العالية عندها إيش؟ إيه الذكورة إيش؟ هللاقيها هللاقيها تحمل هذه الصفات الموجودة في الذكر الذكر الرجل فللاقيها استعراضية يعني تميل إبراز جسمها مواهبها حلاوتها ممكن توصل لحد الإبتذال صوتها عالي ضحكتها رقيعة فتلاقيها لو قاعدة في مكان ممكن تعلي صوتها بضحكة ناعمة كده مجلجلة وهي تعتقد أن هذه قمة الأنوثة إطلاقا هذا مؤشر قوي جدا أن الذكورة عندها عالية لأنها مين الصوتها ضخم ومجلجل؟ الرجل طب هي ليش أخذت هذه الصفة؟ لأنه يدل أنه هي وسط هذا الطريق مهاجم ومدافع هنا حكيناها عن الرجل هي كمان تكون نفس النوع فتلاقيها دام تدافع وتاجم صوتها عالي ممكن تطول لسانها تردح توصل للمراحل مرة عالية وبنفس الوقت ممكن تطول على زملائها بالشغل وتقولك أنا أخذ حقي ودافع عن حقي بينما وضع مش كذا تماما من الصفات كمان الناس هي ياد يومي الخروج النوع هذا من النساء لما تكون ذكورة عندهم عالية تلاقونها طول الوقت تحب تطلع تحب السهرات برا البيت الخروج تتواجد في أماكن الزحمة على طول حياتها برا يعني ما تعشش في البيت اللي فيه ما هي من شخصيات اللي تلم الأطفال حولها أو تلم العيلة إطلاقا لا على طول في حالة تترضي يعني صيادة وتمير الخروج زي ما قلنا وبنفس الوقت هي حارسة يعني بمعنى أنه أنا بصرف على البيت أنا العيال مسؤوليتي أنا عندي تحتي ناس يشتغلون لازم أنا أجيب معاشاتهم على طول في حالة أن هي تعتقد أن فيه ناس ملزومين منها وهي لازم تشتغل عشان نجيب لهم هي منفذة جيدة زي ما قلنا وتميل العنف يعني بمعنى كيف أنها ممكن تلاقيها تدخل في خناقات مع الآخرين وهذا النوع من النساء عادة الذكوري دائما تكون مؤطرة مؤطرة بشكل كيف أنها مرأة لبؤة المرأة الشرسة المرأة اللي صعبة الترويض فدائما المجتمع أنظر لها أنها إمرأة مش محترمة وأنها دائما تميل للمهة معينة حاطينها كذا بالقالب معين وبنفس الوقت لأن من سمات الذكورة النصياد هي تميل استياد العلاقات فتلاقيها تذهب إلى الرجال بنفسها تغويهم بالإماءات وبالصوت اللي يفح وزي ما تقولون تلف شعرها وتلعب فيه عشان تصطاد والموضوع ما يوقف عند هذا الحد لكن هذا النوع هذا بين النساء له جوانب مختلفة كذلك علاقتها بالمال هذا الموضوع إن شاء الله بيكون لها شرح مصطفيد جدا جدا للمشاركين لكن خلينا نتكلم كيف تكون علاقتها مع الرجل الذكوري هل هي بتكون علاقة ناجحة أم علاقة فاشلة هل هي بتعيش سعادة أم بتعيش تعاسة ومنه الرجل المناسب لها لأنه فعلا بنلاقي نساء كثيرة ذكوريات ومتزوجات وعندهم عيال لكن من هو الرجل مناسب لها وليش بعض النساء تعاني من علاقاتها الزوجية ومن الرجل في حياتها وتقول لك يضطهدني ويتصرف معاي بطريقة معينة ويروح يصرف على واحدة أقل مني بالمستة وأقل مني بالجمال هذا كله بتعرفونه أكثر والأهم من ذلك بتعرفون أشياء جدا مهمة مثل هل أنت قادر على تتعامل مع الناس اللي حولك اللي من هذا النمط هل أنت اكتشفت أو أنت اكتشفتي بنفسك أنت عندك هذا النمط موجود لكنه عاملك إذا عاش في حياتك أنت تبغى تغير ولا ما تبغير تبغى تستفيد من الموضوع ولا لا تبغى تحسن علاقتك وكل حولك بحيث أنك تتواجد بالوقت الصح مع الناس الصح أو تخلي المكان إذا الأمور ممكن تنقلب عليك أو تخرب علاقتك بالآخرين وتخليك ما تفهمهم معارفة التصويرات من إيش بادرة أبد كله عليك أنكم تسجلون الآن وتدخلون وتخلون الأرقام الموجودة تواصلوا عن طريق الواتساب لأخذ جلسة فردية بهذا المجال بحيث تعرفون إيش الموضوع اللي حاصل معاكم وإيش اللي حاصل حوالينكم أو تنتظرون لقاء الجماعي اللي ممكن تكونوا فيه مع مجموعة من الناس تستفيدون كمان بالمعلومات الجيدة لكني أفضل دائما أنكم تأخذونها بشكل فردي ليه؟ لأن كل إنسان حالة خاصة وأذكركم المرة الثانية لا تحكمون على أحد هذا الكلام لكم أنتو خصيصاً موجه لكم بحيث أنكم أنتو تصلحون من أنفسكم أو تنتبهون للعلاقات اللي حولكم لعشان تكون في مصلحتكم مصلحتهم وأن العلاقات تسير على ما يرام لكن ما نقول فلان فيه وما فيه إحنا ما ننشغل بأحد لأن علينا بأنفسنا شكراً لكم وشكراً أنك سمعتوني للأخير معاكم عهود الجريد اشتركوا في القناة